مدينة كوفانتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان سيد رامي أهلا بك معنا ماذا في تفاصيل أو تفاصيل إضافية التي أوردها المرصد نعم طبعا الأمر يتعلق في إطار مساعدة في إطار عملية إعادة الانتشار للميليشيات الموائلة لإيران والقوات الحرصة الإيرانية في المنطقة عمدت هذه المجموعات على إنزال الرايات التابعة لهذه المجموعات من أعلى المباني التي تتخذها مقام النهار في مدينة الميادين ورفع الأعلام السورية وأعلام النظام السوري المطرف بها دوليا فوق هذه المباني على أساس أنها مقرات سورية وهنا تصور أن قرية صغيرة التي حصلت فيها الانتجار يومها يوجد فيها ثلاث مقرات كبيرة لهذه الميليشيات الإيرانية أو البوالية لإيران في قرية أصطيب الوقع عند أطراف الميادين هناك داخل مدينة الميادين مقرات عدة ما لا يقول عن 11 مقر على الأقل استواجد فيها هذه الميليشيات بالإضافة لمنازل قام بالاستلاء عليها هذه الميليشيات لكن من لذلك المقرات ترفع فيها أعلام النظام الآن على أساس أنها مقرات حكومية نظامية لا نعلم هذا الأمر أثر بالتنسيط مع روسيا أم أن هناك نتيجة المخاوف من قدر هذه الميليشيات رفعت أعلام السورية وأعلام النظام المعترف بها دوليا لنقول بأنها مقرات حكومية سورية هذا الأمر ينتبق أمر الميادين مخاوف من ماذا سيد عبد الرحمن؟ مخاوف من ضربات إسرائيلية جوية؟ نعم 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 مخاوف من ضربات إسرائيلية جوية لأن إسرائيل عندما تستهدف هذه المناطق هي لا تستهدفها فقط لأن طائرات إسرائيلية تقوم بسطلع في تلك المنطقة تستهدفها نتيجة معلومات استخباراتية للإسرائيليين الذين يستهدفون بشكل دقيق المقرات العسكرية والتحركات والتمركزات والشحنات الجديدة التي تصل إلى تلك المنطقة من داخل أراضي العراق وإلى جانب هذه المقرات المعروفة ربما والحكومية هل هناك مناطق أخرى أمنت أكثر من غيرها تم تأمينها؟ نحن نتحدث الآن عن مدينة الميادين وقد عد قرى قرب الميادين ولكن المعلومات التي نحقق منها الآن بأن الأمر أيضا يستطيع القول بأنه في البوكمال يسير الأمر بكذلك وأيضا في القرى الواقعة ما بين الميادين ودير الزور وهنا يعني دعينا نذكر المواطن السوري أو المواطن العربي حقيقة الأمر الذي لا يعلم بأن كامر المنطقة الواقعة ما بين دير الزور وصولا للبوكمال على ضفة الشامية هي تحت سيطرة للشياس الإيرانية أو الحرف الثوري الإيراني الذي يقود بعض القوات المجنزين السوريين أو هدفين يتباجدونها في تلك المنطقة شكرا جزيلا لك الأستاذ رمي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا من مدينة كوفنتري البريطانية